السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابناء طلبات وطلبات شهادة العبدية ان عادة ان شاء الله بجعلمين هنتكلم عن الفصل الثالث عشر وهو تحت عنوان المسيادة. تحت عنوان ايه المسيادة. تعال اول قبل ان اتكلم عن الفصل دوت. اه احكي لك شوية كده من رسالة اه ملك فعنسة لويس الى زوجته. طبعا احنا عرفنا ان زوجة لويس كانت جاعة معاه هي اخواته الاثنين واثنين من ابناء عماته. الا انها قد اجعت الى ايه? الى فرنسا او الى بلادها معاة ثانية. لويس لما دخل ضمياط بدأ يحكي او ارسل رسالة الى زوجته. كان من ضمن ما جاء في هذه الرسالة تقدمنا يا عزيزتي من ضمياط. حتى بلغنا ساعة سكور بجانبنا سفننا الضخمة تتمايل في مياه الايه النيل. وقد انتزعنا هذه الايه المدينة من هؤلاء بعد ايه يعني بعد قتيل شديد. طبعا هو بيبايل لها ان كان ظنهم خطأ جدا بيقولها باننا تبين لنا او اقتنعنا باننا كنا واهمين. الظن بتاعنا كان خطأ جدا. حين ظننا العرب خائفين. وان امتلاك بلادهم ميسور يعني امر سهل. لن يكلفنا عناء كبير. اه ثم انطلقنا مسعين الى المنصور بولا احنا خلاص كده ايه? انطلقنا الى المنصورة والقينا طبعا بعد ما عرفوا خبر وفاة السلطان بدأوا يتوجهوا الى ايه? الى مدينة المنصورة في فرح شديد. اه انطلقنا الى المنصورة القينا مع مراسينة اللي هو ثقل ما يلقى في البحر يعني من ثقل لكي يمسك السفينة حتى لا تسيها في الايه في البحر او حتى لا تتحرك او تمشي يعني. اه على البر المقابل لها على الشطة التانية من ايه من المنصورة لا يفصلوا لا يفصلنا عنها او لا يفصل بيننا وبيننا من المنصورة سوى بحر ايه بحر اشمون. بيبدأ لويس طبعا يقولها ايه? لو رأيت جنيدنا الذين يملؤون السهلة وخلفهم المعود النضير اللي هي الارض الجميلة لطار بك السرء الى ايه? الى فرنسا يريك البونة اي الفرق البعيد والشاسع بيننا وبين هذه الايه قضية. من العجيب يا زوجات العزيزة ان العرب لا يريدون ان يلقوا السلاح بولها سبحان الله مع ان اللي احنا عمنا وتنتصرين عليهم فدومياتها وتستمرين بيها وبعد كده وصلنا للمنصورة الا ان فيهم شيء عديد غريب. الناس ديات مش عايزة يتفوا عن الحرب لا يلقون السلاح ولا يرفعون راية التسليم وهم طبعا يعني يعرون اعدادنا وحماسنا وقوتنا ولا نراهم اللي عازمين على القتال المستعدين لهم. يبقى لويس بيقيم المعاكب تتقول احنا شايفين ان العرب هم بس ما هماش عايزين للقسلح ولا يفعارة التسليم بس هم نويين وعزمين على القتال وهم مستعدين ايه? هم مستعدين له اه بقلوبهم وصدورهم غير مهتمين بما يعون من ايه? من قوتنا وقد احتطنا لهم بيقول احنا ايه بعد احنا كده احنا احنا خدنا بنة اوي احتطنا يعني اخذنا الحذر عاملنا ايه طب احتطتم احنا حفرنا الخنادق حولنا ونصبنا المجانيق الباطشة اي المهلكة احنا حفرنا الخنادق ونصبنا المجانيق الباطشة حتى نفتكى بهؤلاء الايه? العرب. بيبدأ يوضح لها بوليها اننا نرا العرب او نراهم امامنا المصريين دول رأي العين هم على الشاطئ واحنا على الشاطئ الاخر وقد نويته وعذمته الالتحام والاشتباك به واذا سقط المنصوع فلن يبقى امامنا اي عائق الى الوصول الى الايه? الى القاهرة لا تقلقي يا ملكة الشرق سوف نبلغ الايه? الهدف وان كان الوقت الذي حددته لدخول القاهرة سيتأخر قليلا ما تقليش خالص يا ملكة الشرق انت هتصبح ملكة على الشرق ده كله بس يعني اصبوع شفاية لان الوقت اللي انا حددته عشان ادخل فيه الكاهرة هيتأخر بعض الايه? بعض الشيء وسوف ندخلها قبل انقضاء هذا الاسبوع ان شاء فاستعدي ثم انتقل لويس الى مشهد اخر فبدأ يوصف لها جمال مصر الفاتن وهوائها اللطيفة الرقيق وهذا المكان الحسن البهيج بس سألها اخد بالك فيه حاجة او بتعقر صفونا يعني بدأ راحتنا ومزاجنا لا يعكر صفونا ايه اللي بيعقر صفوك الويس لا غيروا مآذن المسلمين العالية بولا المآذن بتاعهم صواتها عالية جدا واصواتها التي تنبعث منها قبل طلوع الفجر اصواتها التي تنبعث منها قبل طلوع الفجر وقصد طبعا ايه يعني اللي هو القرآن الذي يتلى في المساجد والآذن وغيرها وبيزدنا اقلاقا كمان يعني بيعقى مزاجنا اكتر ذلك قد ضيد الضغضاء المنبعثة من مضارب المسلمين من المنصورة المضارب طبعا يعني معسكرات المسلمين ايه المسلمين ومن المنصورة كلها وربع تنسي طبعا ده هم يعني المسلمين دول في شهر عندهم يسمى شهر رمضان بيصوموا في منطلوع الفجر غير غروب الشمس يأكلون وشبون طول الليل ويغلقون افواهم ايه مع طلوع ايه الفجر ثم يطمون الصيام الى الليل في الليل طبعا يعني ايه يوجعون قلوبنا بآيات القوان بيهتعبون جدا بغير قراءة القرآن التي يتلونها في المساجد او في يعني مآذن المساجد لا يتكسلون لا يفطرون ولا يهجعون ومن العجيب انه مع هذا الجوع الذي يفرضوه على انفسهم فهم يقضون النهار كله في عمل وجد ونشاط وحراكة انتظري انتظري لويس نسي كامل الرسالة بتاعتها نسيت اقولك على حاجة نسيت تلك المرأة التي تقود المعركة والتي تسمى شجرة الضرقة يصف لويس شجرة الضرقة كل عنها ايه بقى شيطانة خلقت من حديث لا تكل ولا تمل يعني ما بتتعبش تضع الخطط توجه المملكة بضقة واحكام ولا تزال توهم الناس بان السلطانة يعني ما زال مريضا في صراشه واوشك على التماثل للشفاء واوشك على التماثل للشفاء ستوصبح بعض قليل جاريتك بقولها بعد الشاكل ان ما ندخل للمنصورة ونمسكشها هتقبها هي الجارية او العبدة بتاعتك اقدمها لك هدية تنصف تزلينها وتزلين بها المسلمات وتقضعين بها انوفهن المتكبين تزلين او تخضعين انوف المسلمات المتكبين لويس سيملك مصر والشرق انتظر اخبار مفرحة او ايه بهجة ماشا عم لويس مش مشكلة خالص احنا مستنين لاخبار بتاعتك دي في ذلك الوقت واح شجرة الدور كانت تعمل عمل دائم ومستمر في نشاط تشجع الدنود تدفع الخطباء الى القول ترسل الاخبار الى البلاد تتلقى الانباء من جوانب المملكة وتعيد الابطال بالجوائز السنية القيمة يعني وتدفع الفدائيين الى العمل بفضل بقى هذا العزم والنشاط والحركة وروح الوثابة بدأ النشطة الطموحة دي يعني ان بدأ الناس ينشطون ويسارعون الى الجهاد وبدأت تزداد صعق الفدائيين وبدأوا يتحالفوا على الموت في سبيل الله والسبيل الوطن انطلقوا يزبحون الى الفرنج يهاجمونهم في اسطر الظلام وفي وضح النهار ويعني يفكرون في كل خدع جديدة يخدعونهم بها ثم يتسيدونهم ويعودون بهم الى مضارب الى معسكراتهم ولم يضيعوا ساعة ولم يغفلوا لحظة بدأ الناس بقى تنشط لحركة الجهاد بدأوا ان هما يفكروا ازاي يقاتلهم على الفرنج ازاي يؤسرهم وهكذا حتى ان في يوم عيد الفطر المسلمين صلوا والتحموا مع الفرنج في معركة حامية غاني ما فيها المسلمين او كسبوا فيها مكاسب ايه كثيرة جدا من الفرنج وقتلوا كثيرا من بينهم كان قائد من قبار القوان جزع لويس حزن حزنا شديدا لويس على هذا القائد شجرة الضرو كانت بتاخد انتصارات الأخبار وكانت ترسل أغازي الأخبار إلى القاهرة فتتلع على الناس في المساجد فالناس بقى قلوبها ايه فتقوى القلوب وتهدأ النفوس وتحسوا يعني وتحمس من تخلف عن الجهاد فيسرع بالسجر إلى المنصورة لكي لايفوت ذلك الشرف وكلما أحرز الأبطال وكلما أحرز الأبطال يعني انتصارا طار البشير إلى شجر الدر لو احنا مثلا اتكلمنا هنقول ان في السابع من شوال هجمنا طبعا احنا كمصريين يعني شينية يعني سفينة حربية فيها مئة رجل من الفرنجي بينهم كونت كبير وأثرناهم هجمنا سفينة كبيرة منهم وستطعنا ان احنا ايه نقصر متين واحد فيها بالقائد بتاعها مش كده وبس ده منتصف شعبان يعني ديات برد كانت انجازات عظيمة جدا التحمنا بهم في برهم يعني في المكان اقامتهم يعني في البر التاني للبحر وأثرنا منهم أربعين ثارث أربعين ثارثا بخيولهم كمانا في أرحل الشوال أحراقنا سفينة كبيرة من ايه سفنهم والتحمنا معهم في معاقة يعني فزنا فيها بنصر كبير شجرة دوية تتلقى هذه الأخبار فرحة النصر وتعبس بها وبالأسر يعني ترسلها إلى القاهرة جماعات وراء جماعات فيطوفوا بها في الشوارع وفي الأذقة الأذقة اللي هي الضرب يعني أو الأماكن الضيقة يعني ويعادوا التكبير وتيرتفع الأياد بشكر الله عز وجل والدعاء أن يتم نصر على هؤلاء الأعداء طيب نقلب مع بعض الصفحة كده رأى لويس أن الحال لو صل هكذا المصيرين بيهجوم عليهم وما فيش يعني معاقة فاصلة بين الاثنين سينتهي جيش لويس وسيقدع عليه فجمع القواد والمهندسين وجعلوا يتبادلون الرأي والفكار أو الأذكار واتفقوا على أن يقيموا جيس رنع على بحر أشمون عيبنه جيسر ويعملوا نظام جيسر كده على بحر أشمون علشان يعدوا به أو يدخلوا به إلى المنصورة وبالفعل طبعا كانت ترى الخطة دي بالنسبة لهم خطة محكمة جدا وبدأوا أن هم إيه في بناء هذا الجيسر وبدأوا العمل حتى أتموا منه بعض أمتاع أجمعت القوات والمهندسين وبدأت تسألهم أنتم ترى ماذا يمكن أن نوقف الفرنسيين عن إقامة هذا الجيسر لأنهم إذا أتموا هذا الجيسر يستطيعوا أن يهجموا علينا اشتد هجوم الفدائيين عليهم وأثار الضعر في قلوبهم ولويس حيائر يصيح قائلا في عرب كيف هذا أليس لهذا البلاء من داء يعني نقصد من جزئية أن المهندسين دول اتفقوا أن يتم الهجوم على الفرنسيين أثناء إقامة الجيسر أولا بأول أول ما يبنوا في جزئية يبدأ فرق الفدائية تهجم عليهم وتقضي على هذا الجيسر طيب لويس يجتمع بقوة مرة ثانية وبدأ يسألهم عن فكة تانية يعني يفعزين لحل الفدائيين بيهجوم علينا فأخيان تفتقت أزهانهم تفتقت هنا بمعنى تفتحت عقلهم عن فكة ظنها إئسة تحميم ما هي الفكة ؟ الفكة هي أنهم يبنوا بردين من الخشب عاليين البردين الذين يكون عليهم عدد كبير من الجنود طبعا البردين يكون عالي مرتفع بناء مرتفع شوية يكون هم بقلب الأبراج بحيث أنهم من خلال طبعا يعني يضرابهم أي حد يحاول يقرب من الجزء اللي بيتم بنائهم في الجسر والأبراج تتحرك مع الجسري يعني كلما تقدم الجسر تقدمت الأبراج إيه؟ معه جزءا فجزءا طيب حتى يمتد إلى إيه؟ إلى الشاطئ الآخر طيب تعالى كده نشوف هذه الأبراج إيه اللي حصل لها؟ شجرة دوري سريعا أرسلت لقواد المهندسين العمل إيه؟ الجسري بيتحرك والأبراج بتتحرك معي؟ لابد من الإصحاب إيقاف ذلك إيه؟ الخطر وكان الجواب طب الجواب بتحباء الجواب بتاع المهندسين بدعنا كانوا إيه؟ لا تخافي يا مولاتي فلن يصلوا إلى شيء مما يطلبون سنقذفهم بالنار العربية التي لا يعرفونها مش فهم يا مستر يعني إيه؟ قالت المجانيك ديت أو المجانيك ديت حبيبي عاملة بالضبط زي فكرة المرضيحة اللي كانت تضع فيها القذائف أو القرات النار الملتهبة ثم تلقي بها على هذا الجسر فكانت يعني فأحركت لأن جيس كان يكمل خشب والأبراج من الخشب فأحركت هذا الخشب فاشتعلت فيه النيران وهنا بدأ إيه؟ بدأ الفرنج طبعا إيه؟ يفرون من هذه الإيه؟ النيران والمسلمين على الجانب الأخر إيه؟ يهللون لا إله إلا الله ويكبرون الله أكبر ويدعون ربهم أن يتم النص والفرنج في ضوء هذه القذائف تعلو أصواتهم ويفرون هاربين من الموت أي من هذه النار التي تصبهم ثم أقبلاء البشي إلى شجر يصف الهلع مدى القوف الذي أصاب الفرنج والفزع الذي تملك لويس واليأس الذي استولى عليه وعلى جنوده فباتت مصرورة تدعو بها أن يتم نصره ويهلك أعداءه وقف العمل في الجسر وطبعا وقف العمل في الجسر وخيم السكون على مضارب الفرنج مع سكراته لويس في خيمته أو في خيمته يفكر وطال به التفكير يتمنى أن تحدث معجزة يعني لتخلصهم من مخالب العرب جمع قواته وجعلوا يفكرون في حل إلا أنهم لم يجدوا حلا أو قبل أن يجدوا حلا يعني أقبل أحد الأدباع لويس ينبئ لويس بأنهم وجدوا عجلا يدلهم على طريق إلى العرب طريق يوصلهم للمنصور في مقابل مال قليل مال قليل مخاضة يعني موضع علي الماء في بحر أشمون يجتازون يعبرون منه ويفاجئون العرب ويأخذونهم أخذا وبيلا أو أخذا شديدا في مكان في بحر أشمون الماء فيه بسيطة جدا يستطيع أنهم يعبرون منها ويفاجئون العرب لكنه يجدوا أن يأخذ بعدما قال لويس ما صدقش عنه وفرح فرح شديد وفي سنة أسرع التفت إلى أخيه دارتوا وقال في فرح يعني إيه تسرع أنت يا دارتوا بفرقة بفرقة الفرسان وبعض الجيش وتختارك تلك الإيه عن مخاطة وتعبر بحر أشمون وتفاجئ العرب في هذه الأثناء يتم المهندسون بناء السد فنعبر أو فنسحف إيه من عليه وندخل إيه المنصورة ونفاجئ أهلها حتى نكون فتحنا الطريق إلى الكهرة التفكيك وزيد يعني دارتوا وبعض الجنود يأخذ مع فرقة ويذهب لهذه المخاضة التي دلهم عليها هذا الخائن والمهندسين يكملوا بناء السد ويعبر عليه لويس ومن باقي معه من الجيش أو باقيات الجيش حتى يستولع المنصورة ويفتح الطريق إلى الكهرة طبعا أخوف ثانيا صار بهذه الفرقة ورأى ذلك الخائن طبعا الذي باع وطنه وباع ضميو أو باع زمته بمال زهيد حتى بلغ بالفعل تلك المخاضة أو الماء القليل ثم اقتحمها وخيوط الفدري تنتسع في الأفق يعني مع ظهور ضوء الفدري وأخذ العرب على غفلة أو غورة ولم يكونوا يتخيلوا أن يصل لهم الفرنجز لا من أرض يعني كانوا أمنين يعني أمان تام أن ما يقدرش حد يوصل لهم إلا أنهم طبعا يعني ويقفوا جوقوا بما حدث نهض فخر الدين ابن شاخشوه مسرعا إلى جواده إلى صهوة جواده قفز عليه واندفع إلى هؤلاء يعني مدافعا هو وبعض مماليكه إلا طبعا أنه لم يخبر باقي جنوده فاقتحم صفوفهم في بسالة فلتفوح حوله حتى أصابته صفوفهم من كل جانب وسقط نجم الدين سريعا أو سقط قطيلا على الأرض أو سقط فخر الدين عفوا قطيلا على الأرض اندفع دور توائل المنصور حتى بالفعل وصل يا شباب قصر السلطان ده وصل قصر السلطان هنا بقى شجرة دور خرجت في شرفة القصر وصرخت صراخا شديدا في المماليك البحرية اللي بتحرص القصر فهبوا إلى صهوات الجيود صهوات خيالهم يعني وبدأوا أنهم يدافعون عن شرف السلطان وعن حريم وزوجاته طبعا وأخذت الجوائر يصيخنا أيضا حتى يتقدم هؤلاء الجنود طبعا واندفع كان على رأسهم ركن الدين بيبرس الذي قابل الأعداء ومجموعته يعني بحماسة شديدة واستطاع بيبرس أن يوجه هجومه إلى الكونت دارتوا وبعث بفرقة أخرى إلى خارج المنصورة لتحصر المعتدين وتقطع اتصاله بقوات الفرنجي واستطاع بالفعل على فرقة استطاع بيبرس أن يعني يصيب الكونت دارتوا إصابة بالغة حتى وقع صريعا على الأرض يتخبط في دمائه وتمت إبادة من حوله ولاز بعضهم بالهرب يعني خوفا من الرماح والسيوف وهنا طبعا لم يجدوا أمامهم سوى شرائع المنصور يحتمون بها إلا أنهم فرجؤهم بأهل بملحمة أخرى بشرية دامية طاحنة في المنصورة حيث اشتبكت فيها أجساد بالأجساد وسيوف بسيوف ورماح بالرماح وعملت فيها قطبان الحديد والصواطي والسكاكين وانهمرت على أوس الفرنجي كظائف من البيوت سواء كان أواني أو أساس المنزل وغير ذلك فلم يجدوا أمامهم طبعا إلا قطل عدد كبير ضد منهم ولم يقيد أو يقدر إلا لخمسة منهم فقط أن يفروا أو يهربوا ليخبروا لويس ومن معه بما حدث لأخاه وما كان مصير هذا الجيش الذي أراد أن يعبروا من هذه المخاضة أو عبروا من هذه المخاضة طبعا في اللحظة كان لويس كان على رأس المهندسين اللي بيبنوا السدها شباب بس كان فاضل فيه يعني الجسر دوت كان فاضل فيه حياة ضسطة جدا ويتم فلما سمع الأخبار دي فقد عقله وألقى بنفسه في الماء عابارا وألقى الجنود بأنفسهم أيضا وراءه حتى يعبرون ويدخلون المنصورة المنصورة إلا أنهم يعني انقض عليهم العرب أو المصريين طبعا وأصبحوا يبيدون في عجاله كما أبادوا عجال أخيه حتى أقبل الليل وحجز بين الفركين بين المقاتلين هنا طبعا لويس أنقذ نفسه ومن ضاق معه وراقب الظلام ولازب يعني هرب ورجع مرة ثانية إلى الشطر الآخر دي لست بقى شجرة ضر هنا يعني في كمة الفخر والعظمة شكرت ببرس على ما قدم لها قائلة له تعني أعضيت القرامة والبسالة وأعضيت مولاي السلطان ونظرت لأيبك وأقطاع وغيره من المماليك وأثنت عليهم سناء حسنا وأطلت النظر في وجه أيبك كأنها تدبر شيئا يخصه وهما سنعيفه طبعا في الفصل القادم ثم سألته وماذا ننتهي من هؤلاء يا عز الدين هؤلاء الأشر طبعا يعني قال لها إنهم جرحا شديدا لا براء منه لا شفاء منه ولو هاجمناهم وهم يعلقونه يعني يلحسونه لأبدناهم جميعا لأبدناهم جميعا قال ببرس في سيوفنا رهن إشارتك وقوتنا في يدك وقد غدت أرضنا كلها مقبورا مفتحة لاستقبل هؤلاء الفرنج فامور بما تشاءين قالت نحتفل غدا بالنصري وبعد غد نضع خطة الهجوم الماحق إن شاء الله وهو إن شاء الله رب العالمين ما سنعرفه في الفصل الرابع عشر في الفصل الرابع عشر وإن شاء الله رب العالمين هيننزل لكم بعض الأسئلة على هذه الفصول نتمنى منكم الإجابة عليها أتمنى أن أكون يعني قد حققت لكم ولو قليلا يسيرا ينفعكم هذا العام إن شاء الله رب العالمين أترككم في معية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا